اقتحام بالقوة، تهريب مطلوبين واعتداء على السيادة تهم جديدة قديمة تلاحق الإمارات التي تثبت كل يوم أن قصة انسحابها من اليمن مجرد تغطية إعلامية حيث لا تزال انتهاكاتها للسيادة اليمنية مستمرة في أكثر من محافظة السبت الماضي أقدمت عناصر إماراتية على اقتحام مطارس قطرة وتهريب مطلوبين أمنيا متهمين بأعمال تخريب وبحسب مذكرة رسمية موجهة من محافظ سقطرة إلى رئيس الجمهورية فإن طائرة إماراتية أقلعت من المطار دون اتخاذ الإجراءات الأمنية الاعتيادية لإقلاعها وهربت مطلوبين كانوا قد دخلوا أرخبيل سقطرة دون الخضوع للإجراءات الرسمية عبر التاشيرات واتهم المحافظ رمزي محروس العناصر الإماراتية التي قامت بتهريبهم بأنها تمارس أنشطتها في المحافظة ولا تزال تحت غطاء العمل الإنساني عملية التهريب الإماراتية تمت وفق مذكرة المحافظ رغم تواجد القوات السعودية في مطارس قطرة مع أن تلك القوات مكلفة بعملية تأمينه بالاشتراك مع اللواء الأول مشات بحري وهو ما جعل ناشطين يحملون المسؤولية السعودية التي وعدت السلطة المحلية بمساعدتها في رساء الأمن والاستقرار وتثبيت هيبة الدولة الاعتداء الإماراتي على مطار سقطرة أتى بعد إفشال السلطة المحلية عمليات إدخال أجانب إلى الأرخبيل دون تأشيرات وهو ما يؤكد وفق مراقبين أن الخطر على سقطرة لا يزال مستمرا في ظل الصمت الحكومي والتفرج وربما التواطي السعودي